مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن تحررت العاصمة المؤقتة عدن ولم تعقد فيها ولا جلسة واحدة لمجلس النواب المؤين للشرعية مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد يتنازعه طرفاء الصراع الحكومة الشرعية والانقلابيون الحوثيون سلطات الانقلاب وبرئاسة يحي الراعي مستمرة بعقد جلساتها في صنعاء بالأعضاء الموالين لها بينما عجز الرئيس هادي ومن خلفه الرياض عن عقد جلسة واحدة للأعضاء الموالين للشرعية رغم تجاوز عددهم للنصاب المطلوب مصادر خاصة قالت أن الرياض حشدت كل جهدها في أكتوبر الماضي لمحاولة استكمال النصاب وعقد جلسة للبرلمان وقد عقدت اللجنة الخاصة السعودية لقاءات مع معظم أعضاء البرلمان وطالبتهم بالتجهيز لعقد الجلسة لكن ذلك لم يحدث حتى الآن إذن ترك الملعب للحوتيين ولا يزال يحراعي أمام المؤسسات الدولية هو الرئيس الشرعي لمجلس النواب حيث فشلت الشرعية حتى عن عقد جلسة لسحب البساط من تحت الانقلابيين وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس بالأمس أرسلت قيادة البرلمان الموالي للشرعية خطاباً موقعاً من رؤساء الكتل البرلمانية إلى مجلس الكنجرس الأمريكي تطالبه بدعم السلطة الشرعية والتحالف وقال الخطاب إنه لو لا تدخل التحالف لكانت اليمن دولة فاشلة بكل المقاييس حاول الخطاب تلميع الدور السعودي والإماراتي في اليمن وبدت مصلحة الرياض وأبو ظبي حاضرة في البيان أكثر من مصلحة اليمنيين أنفسهم لم تستثمر الحكومة كرتاً مهماً من أدوات الصراع ضد الانقلابيين رغم تواجد عشرات البرلمانيين معها في الرياض والقاهرة قبل قرابة عام التقى بهم ولي العهد السعودي وألقيت بعض الكلمات والقصائد الشعرية لكن بعد أن خرج النواب مبتسمين لم يحدث شيء على الصعيد السياسي بعد ذلك لا يغفل مسؤولون في بلد جمهوري أهمية السلطة التشريعية لكن في عهد الرئيس هادي لا شيء في موقعه الطبيعي أما الرياض وأبو ظبي فكيف ستعرفان معنى السلطة التشريعية ناهيك عن أهميتها